أزمة الغاز الروسي صداع يزعج القادة الأوروبيين وما يقلقهم بشكل كبير هو أن فصل الشتاء بات قريبا الجديد في الملف جاءت به رئيسة المفاوضية الأوروبية أورسولا فونديرلين المسؤولة الأوروبية قالت إن المفاوضية ستقترح حدا أقصى لأسعار الغاز الروسي إلى جانب إجراءات تشمل خفضا إلزاميا من الاتحاد الأوروبي لاستخدام الكهرباء ووضع حد أقصى لعائدات مولدات الكهرباء غير الغازية نحن نهدف إلى خفض تكاليف الغاز وبالتالي سنقترح صقفا لسعر الغاز الروسي بالطبع الهدف هنا واضح جدا سنقترح هدفا إلزاميا لتقليل استخدام الكهرباء في ساعات الذروة وسنعمل عن كثب مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتحقيق ذلك فونديرلين في كلمتها التي يبدو عليها الكثير من الحزمة أكدت أن الاتحاد الأوروبي يريد وضع حد أقصى لعائدات المولدات التي تعمل بالوقود غير الغازي في خطوة يبقى الهدف منها بشكل كبير هو دعم الأسر والشركات خلال فصل الشتاء البارد